تنظيم سوق العمل مملكة البحرين وضبط عدد من المخالفين للأنظمة من جهتها أكدت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة أن هذه الحملة تأتي ضمن جهود مكثفة تقوم بها بالتعاون مع الجهات ذات الصلاة لمكافحة ظاهرة العمالة غير النظامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما يتم ارتكابه من مخالفات جولة جاءت بناء على ورود عدد من الشكاوى من قبل التجار المزاولين لمهنة بيع السمك في سوق المنامة المركزي بوجود عمالة غير شرعية تمارس أنشطة البيع والتجارة دون وجود ترخيص قانوني معها للسماح لها بذلك حملة رقابية جاءت انسجاماً مع قرارات اللجنة التنسيقية بتكثيف الجولات التفتيشية لضبط العمالة غير النظامية عمدت للقيام بها الجهات المعنية المختصة متعاونة والمتمثلة بهيئة تنظيم سوق العمل ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة وبشؤون الجنسية والجوازات والإقامة التابعة لوزارة الداخلية وغيرها من الجهات القانونية وذلك لمكافحة ظاهرة العمالة غير القانونية والتأكد من التزام العمالة بقانون الإقامة بمملكة البحرين تأتي هذه الحملة في إطار التزام الهيئة في دورها الرقابي في ضبط المخالفين وتحقيق التوازن والمنافسة العادلة في سوق العمل قبل أيام كانت هناك شكاوى ونداءات من بعض أصحاب المهن الحرة متضررين من مزاحمة العمالة غير النظامية في سوق المنام المركزي على الفور استجابة الهيئة ممثلة في الإدارة التنفيذية العليا تنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والشركاء من وزارة الداخلية ووزارة التجارة ووزارة البلديات للوقوف على هذه المشكلة والخروج بنتائج تنعكس إيجاباً على مصالح المواطنين المتضررين كل جهة طبعاً راح تشوف الأشياء الخاصة فيها والقرارات القوانية المختصة فيها وتأخذ هذه الإجراءات اللازمة في حين في وجود أي مخالفة وإحنا بدورنا كوزارة صناعة وتجارة وسياحة نتأكد بعد من الأنشطة التجارية وسجل التجاري وذا فيه أي مخالفة راح نأخذ إجراء القانون المناسب للمخالفة الحملة التفتيشية هذا أسفرت عن ضبط عدد من المخالفين للأنظمة والقوانين المرتبطة بقانون الإقامة في البحرين حيث سيتم أخذ الإجراء القانوني اللازم بحقهم هذا مصير من تحايل على القانون ليصطدم بهيبة النظام ويجد نفسه في قبضة القانون عمالة مخالفة تجاهلت ضرورة تصويب أوضاعها لمزاولة العمل بأريحية في مملكة البحرين نقوم بإدارة البحث المتابعة في إدارة الجنسية والجوازات والإقامة بعمل حملات تفتيشية ودورية في مختلف محافظات مملكة البحرين وغمنا اليوم بعمل حملة تفتيشية في سوق السمك وتم رصد عدد المخالفين يزاولون العمل من غير تصريح وترمى رصد عدد المخالفين واتخذ الإجراءات الغانونية اللازمة بحقها وفي حال ضبط العمالة طبعاً فيه عدد إجراءات وبخصوص الجهات المشتركة معاننا في الحملة معاننا هجر الجوازات والتفتيش هي التنظم سوق العمل بيكون فيه ترحيل للعمال السائبة وبما يختص بقانوننا فيه مخالفات وغرامات بتكون بخصوص عدم حصول تصريح عمل أو أن صاحب العمل موظف عماله غير قانونية فكل إدارة أو كل هيئة بتختص بقانونها من حيث الغرامات أو المخالفات جهود مؤسسات حكومية تتعاضض معاً للتصدي لأي ممارسات غير قانونية تساندها صور عديدة من الوعي المجتمعي في التعامل مع غير المألوف والإبلاغ عن الحالات المتعلقة بالعمالة السائبة جولة غير معلنة ولم يسبقها إشعار بحدوثها بهدف ضبط المخالفين غير القانونيين بطريقة إقامتهم داخل المملكة ولمحاسبة العمالة السائبة التي تنافس تلك النظامية في أحقييتها بمزاولة مختلف الأنشطة التجارية بشكل طبيعي لتلفزيون البحرين محمد رشيدات ترجمة نانسي قنقر